اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في محافظة البصرة تزامنا مع زيارة نائب رئيس الحكومة ووزير المالية فؤاد فؤاد حسين وصل الى البصرة يوم امس طبعا المتظاهرون ارتدوا السترات الصفراء كتعبير عما يحصل في فرنسا او لاصار رسالة بانها تظاهرات سلمية وبانهم يطالبون بادنى الحقوق وبادنى الخدمات التي متوفرة في جميع دول العالم طبعا البارحة في البصرة اللي صار انه كذلك صارت عمليات دهس لمتظاهرين صارت عمليات اقتحام من قبل المتظاهرين الى فندق البصرة عندما كان فؤاد حسين وزير المالية ونائب رئيس الحكومة يودلي بتصريح صحفي وهذا ما راح نشوفه بعد قليل من خلال مقاطع الفيديو تم اقتحام الفندق وكذلك تم دهس لمتظاهرين في البصرة من قبل القوات الحكومية ادعت القوات الحكومية بانها يعني جاءت بالخطأ وكذلك مطالبات من قبل المتظاهرين مطالبات بتوفير الوظائف وتوفير الخدمات في محافظة البصرة فؤاد حسين قال بانه سوف ندرس الان بعد كل هذه الاشهر وتقريبا راح يشير سنة كل هذه الفترة يقول لك راح ندرس مطالب المتظاهرين في محافظة البصرة خلونا نشوف المقطع الاول من تظاهرات يوم امس وهو عندما تم اقتحام من قبل المتظاهرين فندق البصرة وفؤاد حسين متواجد في الفندق ناخذ هذا المقطع هناك بعض الاخوال متظاهرين حتما لديهم بعض المطالب وحتما سوف نأخذ هذه المطالب أيضا معهم شكرا جزيلا أبقي 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 ما عدي المشكلة لا ما عدي صلو ويلا هم سللك جسرة صلو ناصر البداية محمد جسرة تحل المشاكل نعم طبعا المتظاهرين لم يصلوا إلى فؤاد حسين وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في المقطع الثاني من تظاهرات البصرة يوم أمس يعني مصدر أمني تحدث عن تعرض متظاهر إلى حادث دهس من قبل مركبة عائدة القوات الأمنية قرب فندق البصرة الدولي وسط المحافظة المصدر قال بأنه وبعد أن تظاهر نحو ثلاثين متظاهر كما ادعى أمام الفندق المطالبة بالخدمات تدخلت القوات الأمنية تعرض أحد المتظاهرين إلى حادث دهس عن طريق الخطأ من قبل مركبة عائدة لتلك القوات أشار إلى نقله إلى مستشفى الصدر التعليمي لمعالجته ونوه إلى أن حالته الصحية مستقرة دعونا نرى هذا المقطع من تظاهرات يوم أمس في البصرة تفضل ، تنظى تفضل تحتى ese من قبل مركبة عائدة تتخليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوعود الحكومية المتعلقة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لم تشهد أي تقدم مدير مكتب المفوضية في البصرة وهو مهدي التميمي قال بأن على الحكومة مراجعة وعودها المتعلقة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات لا سيما قطاع المياه التي ما تزال نسب التلوث فيها عالية وطالب حكومة عبد المهدي بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تعاني البصرة معنى اتصال؟ أبو أسد من البصرة فضل أبو أسد السلام عليكم وعليكم السلام حيا كله يا أهل بيك حيا كله يا أهل بيك يعني أخ مصطفى البصرة تعاني ما تعاني من جميع الويلات نعم أما بجيسر المظاهرات إن شاء الله مظاهرات مستمرين وإن شاء الله تستمر وتستمر فلسا نريد إسنات من باقي المحافظة أنا تمو بتاقتين من باقي المحافظة هم تقول ترى دق الدق على الحديد على اللحيم على اللحيم لازم يطغب الشاقوج نعم هذه واحدة الوعود الوحدوها الوعود العبادي العشد الثالاف وظيفة درجة وظيفية هذه الطرف هوا عم في شبك هذه اثنين الثلاثة يقال بينهم فؤاد احتيان وزير رمانية الكردي اللي جاي جديدة منسب وزير رمانية نعم على أساس همينا موعد أجر بصر من يطيهم من جيبه يعني الفلوس كلها تجيبهم بيجيب الفاسدين بيجيب النواب بيجيب الأحزاب بيجيب الميليشيات بيجيب الميليشيات بيجيب الميليشيات بيجيب الميليشيات دا شوف بعانك يعني بالبصرة يطلعون تظاهرات سلمية يتهموهم بأنهم بعثية يتهموهم بأنهم يحملون أجندات خارجية يتموهم بإرهادي نسخبيري سعودي من الآن القبيل نعم داعشي أفغرة نعم هذا التهمة جاهزة زيني هذا الدين كتل الدين كتل دولة الدين كتل من المتضاحذين ديرهم شهداء نعم زين ابو اسد اريد اسألك بين الفترة ما بين زيارة حيدر العبادي تتذكر نتذكر كل زين لما العبادي زار البصرة نعم لما كان رئيس الحكومة شو تنفذ من الوعود اللي وعدها حيدر العبادي والحكومة في ذلك الوقت خلال هاي الفترة شو تنفذ من الوقت خلال هاي الفترة نعم وين هاي الفترة توقفت واتوقفت في 20-50-100 ما قول شي عمي حتى الفايلات تنشوفوا هنا بالوسال الإعلام دي شمروا الفايلات معلتهم دولت دي قدمون عالوضاع الفايلات دي شيلة وش مرحب دولت دي ششققوها ما قو عود عمي دولت جايين دي بقون البلد جايين دي نفون البلد نعم الشعب ما أنا ما أنا قتلك قبل أدت حلقات الجيل التسعين وجيل الألفين دولت شوية مداركين مداركين شنو الوطنية مداركين شنو الشعب احنا 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 ادنا هنشي الوطن 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 هادشي عدن الوطن أقول لك انت القاتل أنا مش القاتل لو على دينك لو على مالك لو على عرضك لو على وطنك لني أربع أشياء نعم نعم أشكرك أبو أسد من البصرة كان معنا المقطع الثالث يبين أحد المتظاهرين ويقوم بتمزيق ثيابة ويطالب بتوفير أبسط مقومات الحياة دعونا نرى هذا المقطع ونرجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم معنا اتصال أم أزهار من بغداد اتفضل يوم أزهار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حيث حيث هذه القناة العظيمة وعامل لها بالنسبة إلى الموضوع موضوع البصرة ما يستحون يرحون يزورون البصرة يردون يقولون يتذكرون شو حيثون وهو هي البصرة قائمة من زمان الجفاف بيها والجوع بيها والعريان بيها والكتل بيها والميشيات بيها وحزب الله بيها وإيران بيها والدنيا كلها بيها تتلبها شباب يعني إذا هذولا متظاهرين هذولا طلعوا وطلخوا وكتلوا وضيموا كلها من حقهم لأن هذولا كاتلهم الجوع وكاتلهم الأراث وكاتلهم الوجع الوجع الغلب وجع الأهالي اللي راحت وجع الرفال اللي سممت وجع الناس اللي مافت حتى الغزار ما لكم بديت يحاربوهم بيها البصرة البصرة والموصف في محافظات العراق إيران دمرت ما دمرت وذولا الوجوه القدرة اللي يجوا هلسا دا يحكمون هم إيرانيين أصلا أصلا إيرانيين ما في بصر هم تارس هاي الدولة هاي المحفوة أو هاي العصابات الموجودة لا يجب أن لا يكون لها وجود أما أمريكا هي دعت تدعمه أما أسرائيل هي تدعمه وإيران وإيران هي اللي سلمت أمريكا سلمت إيران من طبع من ذهر إلى العراق من طبعية أوباما هذا الوجه القبيح كوابوش هم اللي دمروا دمروا هذا البلد ودموا ولكن إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب يكون ينقلب عليه هذول الجبناء اللا إسلاميين حتى يخفر الدولة الإسلامية إن شاء الله تنجح إن شاء الله العراق ينجح إحنا ما بدي أحزاب أحزاب لا أحزاب الإسلامية ولا أحزاب دعوة ولا 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 بدر ولا كل هذولة كل هذولة يجوا من إيران وكل هم يمثلون إيران إحنا في هذا الشباب هذا الشباب اللي دار شوفه قدامي اللي ما اترك هو هذا هذا المفروض هو اللي يحكم هذا البلد هو اللي يناظل من أجل هذا البلد هذا الشباب هو اللي اللي سيقيم هذا البلد لأنه هذا هذا من طاق من طفل العراق مو من إيرانة الإجراء نعم من أمريكا ومن إسرائيل أنا أدعو إلى أخيرها الشباب من إيران أكثر وأكثر مو بس البطرة كل المحافظات تنهض تنهض وشوف شون دا يعيش العراق وشون دا يموتون دا يتسلبون من وراء أنا هلنا معدد السيئ اللي يجس لنا ولي بس مقدرهم الفلوس وبلد ضمير أخلاق نعم وبلد ولا ديانة وأنا أشكر شكرا أمو أزهار من بضل طبعا هذا المقطع المقطع الأخير وحتى المقاطع اللي قبلها أثارت تعليقات كثيرة على موقع فيسبوك يعني خلونا نتابع بعضها مثل يعني دكتور نورة كاتب شكلهم يلبسون مثل أصحاب السيطرات الصفر في باريس لشدة معاناتهم التي لا تقارن بأهل باريس في أهل البصرة أشد بؤسا في محافظة تسبح فوق بحر نفطي عظيم وأهلها جيع علي الاسباحاوي علق المفروض كل شاب مظلوم ومسلوب حقه يطلع بنفس الحركة هاي وتصير ثورة سلمية ثورة حق ومستقلة شعبية بدون تدخلات حزبية أو طائفية علي محمود الزرقاني علق وقال سبحان الله اللي يعلقون بالآلاف ومن يصير تظاهرات خطية تلقاهم عشرات فقط هذا الكلام موجه حتى على نفسي وكتب مع الأسف سعيد عدنان حسب رأيه يقول أخواني العزاء التظاهرات السلمية لا تسمن ولا تغني من جوع خذوا ما أتيناكم بقوة كما قال عز وجل في كتابه العظيم خادمة الزهراء علقت على كل مواطن بصري يطلع بالتظاهرات ليش بس هذا العدد القليل شوفوا البقية ما أخذ حقوقها كاملة وتجيكم وأنتم نايمين ببيوتكم ساندوا أخوانكم الشباب آخر وهو محمد السعدي قال ربما الغيرة التي يملكها هذا الشاب تكون سببا في تحريك بعض الضمائر لتتحرك وتطالب بالحقوق المقتصبة من قبل اللصوص في آخر طبعا كتب الشركات النفطية العملاقة أعدادهم والموظفين اللي بيها طبعا أحد النواب أحد النواب اتحدث قبل النائب السابق لا يحضرني اسمه صراحة في الدارات السابقة تحدث عن أعداد العمال الأجنبية في محافظة البصرة في محافظة البصرة مية وستة وعشرين بلد مية وستة وعشرين بلد هناك جنسيات لمية وستة وعشرين بلد في محافظة البصرة الأعداد بالألاف هناك شركات عدها 10 ألاف عامل هناك 5 ألاف من جميع أنحاء العالم من الصين من بريطانيا من أمريكا من فلبين من الجزائر يعني شركات كثيرة يعني عددها وكذلك كانت معا وثائق تحمل أعداد العمالة الأجنبية في محافظة البصرة طبعاً اللي يعملون فيه آبار النفط وده نشوف ابن البصرة ما عنده فرصة عمل يستطيع أن يعيش بها محمد جمال قال أسباب الفشل في الإدارة بما يضمن الحياة الكريمة لأفراد الشعب أصبحت عميقة ومتشعبة وعلاجها يحتاج إلى منهج منظم يتضمن تعديل المسارات ويبتد من تعديل الدستور وأهم فقرى التحول إلى النظام الرئاسي سيزار دون علقت من خلال ما شفناه في العوام السابقة من سرقات من قبل الحكومة ومن حروب وويلات كانت سببها الحكومة والشعب لم يغير شيء أعتقد أن هذا الشعب لا ولن يغير شيء هذا بحسب رأيها طبعا هو حورا علي تقول أقل بوغة هي سبع مليارات غرقا بالماء ومحد حاسبها لا عشد قول عن المخفي الله لا ينطي الإنجليز لو ضمن الكويت ما كان هذا حان يعني طريقتها هكومية ياسر قال يا ربي لي شيء منه يباو علهم يشفق عليهم والله يا حرام نفذت كل طاقتهم وهم يرددون بمطالبهم أدري شيء رادلهم وسبع مليارات عثنت بالمي وراحت مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعودوا لكم اشتركوا في القناة أهلا بكم الجريد معنات اتصال سعد من بابلد فضل سعد أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سعد شفنا التظاهرات اللي من بصرة وشفنا فؤاد حسين راه هناك برأيك هاي الزيارة شرح تسخر نعم إن شاء الله بك تتأملوا الخير أهل البصرة من هذه الزيارة كيف تفتح مثل انت عينا أو الخدمات للبصرة إن شاء الله زين ولي عشرة التالاف وظيفة اللي وعد بها حيدر العبادي ذاك كان رئيس وزراء ما وسطت ولا وحيدة ما وسطت ولا وحيدة نعم نعم نتمن بلكت خيره إن شاء الله إذا كم لك الكهب من الوزارة نتمن الخير بأن يقدمون خدمات ميل البصرة واللعب بصورة عامة نعم نتمن إحنا كل الخير إن شاء الله أهل البصرة يستهلون كل الخدمات إن شاء الله برأيك الحكومة قادرة على تنفيذ هذه المطالب؟ والله إن شاء الله إذا كم لك الكهب من الوزارة يقدر الحكومة سعد صار أننا خمسطع السنة سعد صار أننا خمسطع السنة صيح إن شاء الله هسا ونعمة بالله بس هو العبد والمسؤول مدى يريد إنه ينفذ ويكون شريف ويكون حريص على البلد هسا إن شاء الله هاي مالتنا مال شيابنا وإن شاء الله خمسطع السنة وبعديا شقبضنا صار أننا خمسطع السنة والله أستاذ أستاذ لعشيكو أن تبارك أمل لأشعب هذه وعدي تبارك أمل لأشعب هذه إن شاء الله هل مظلوم نعم ونعم بالله ونعم بالله بس لا يغيروا اللهم بقول نعم لا يغيروا اللهم بقول من حتى يغيروا ما بأفسهم أنا أشكرك سعد من بابل معنات صال أبو ناصر من تركيا تفضل أبو ناصر وعليكم السلام ورحمة الله حيا لحضرتك أستاذ بارضيه لفناتك أستاذ أمر من حق أي مواطن أن يطلع ويطالب بحقه ومن حق أي مسؤول بالدولة أن يقمق أي صوت يرتفع من الناس المظلومين اللي يرفعون صوتهم ضد الظالم وهي هاي الديمقراطية اللي يطلع قبل فترة أضو تيار الحكمة رياض العوادي ويقول الدول حذتنا على الديمقراطية اللي مارسها الشعب العراقي كم تبدون ديمقراطية ناس فازدين حكام فازدين مسؤولين فازدين فسقة مجرمين ترقونة نهبونة دمروا البلد سنطلع عليهم تظاهر هاي الديمقراطية اللي انت قلت عليها بعدين وفي المالية وغير من المسؤولين شنو اللي يقدموها للأراق صورة عامة وللبصرة صورة خاصة حتى يطلعون ويزورون المحافظة ما شو من بدأت تظاهرات البصرة الى الان ما تحقق اي شي من الوعود الكاذبة اللي اطلقتها حكومة العبادي يعني ما قولها انتو بس تسرقون وتنهبون والشعب عايش بالضيم وتريدون الناس والشعب يسكت عنكم يعني الى متى تبقون تتهمون المتظاهر المظلوم اللي يطلع يطالبوا بحقه بالتهم الجاهزة اللي هي عدكم اما صدامي او بعتي او داعشي ما مليتوا من هاي الاستوانة المشروفة العراق كلها بعتوه ونهبتوا خياراته ووزعتوا ميزانيات البلد بيناتكم والاصحاب العمايم بايران شعب محروم من كل شيء واني اقول لهذا وزير المالية اللي دار البصرة البارحة اذا عنده ذرة من شرف او كرامة يستقيل وما يشوف نفسه للناس بعد ما شفتك ودعوه اهالي البصرة بالاهالة مع احترامات لحضرتك وبالاحذية وكل شيء اللي صار جوه يجيهم نعم لكن ويا من تحتي اذا فقدوا شرفهم وكرامتهم وباعوها بحصنة من الدولارات مثل ما باعوا كل العراق يعني استاذ عمر المطلوب من كل المحافظات ومن كل الشعاب انيسان التظاهرات البصرة وجماهير البصرة وما يتركهم الوحدهم لان مطالبات اهل البصرة هي نفسها مطالبات كل شعب العراق واذكرهم اذكرهم بالآية الكريمة اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وذين للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصبهم لقدير نعم صدق الله العظيم يا شعب العراق الحكومة والميليشيات قتلوا ابنائكم وآبائكم واخوانكم وهجروكم من دياركم وبيوتكم يعني الى متى تبقون ساكتين عليهم من غير المعقول ان تبقون ساكتين لان سكوتكم راح يخليهم يزدادون بإفضهادكم وسرقة اموالكم وكافي سكوت نعم كافي خنوة جربتوهم 15 سنة وما شفتوا منهم اي خير واذا تبقون ساكتين لا تنتظرون من الله الرحمة مثل ما طلع الاخ اللي قبلي ويقول ان شاء الله ان شاء الله انا ساكت وقاعد ببيتي وهم يصطهدوني ومخليني عايش بالضيم وقسم الناس عايش بالعشوائيات وعايش بطفائح التنك وهم يتمسعون بالمليارات هم وأولادهم وأحفادهم لا المشكلة ابو ناصر المشكلة مو بس البصرة الحمد لله كل العراق يعني كل محافظة إلهم آسي طبعا هذا موضوع الخدمات تشترك فيه جميع المحافظات العراقية موضوع الوظائف تشترك فيه كل المحافظات العراقية وكل المواطنين الوظائف للعدة قراب والعدة واسطة وليدفاع فلوس هذا معروف في العراق كل محافظة إلهم أسال يوم مثلا نينوة بها سيول وبها مهجرين وما زالت مهدما الموصيل وما زالت الجثث تحت الأنقاض هناك تهجير لعوائل كثيرة في الأنبار لم يعودوا هناك ناس مختفية يعني مأساة يعني هو الموضوع لم يكتفي على ملف أو ملفين بالعراق هي خربانة كلها خربانة يعني هم جماعة صارم 15 سنة أنتوا استلمتوا حكم زيان أنتوا هم لو كل سنة أو كل سنتين تشارون على ملف مع السرقة التي تسرقوها هم كان حليته يعني كان قطعته شوط كبير زيان أنتوا إذا تتحافظون على الحكم وعلى السلطة وأنت جاي تسرق وتبوق وما تبني ولا تسوي أي شي يعني يعني تتوقع مثلا اش راح يقول لك المواطن أهلا وسهلا يعني أوكي سنة سنتين هاي 15 بدت بوادر في الجنوب يعني ش راح ش راح يسكت المواطن ش لي صبره بعد 15 سنة أنت ما موفر لأي شي وانت ما شاء الله عايش عيشه الملوك ما عايشيها انت وولدك وعائلتك ومن يطلع يبشي وحاط لم يحبس بإيده ويحشي قال الله وقال الرسول وكله تشذب بكلاوات نعم وابو ناصر من عجهم الله وبرئ من عجهم الرسول وبرئ من عجهم كل أئمة أهل البيت عليهم السلام بريئين من عجهم إلى يوم الزين المآسي اللي دايحيش شعب العراق كل المحافظات نص عيرب كل دول العالم والكل ما مهتمين يعني يقول لك أنا إذا أريد أشتغل على ملف أو على ملفين أو التاسف كل سنة مكان ما أشتغل عليها وأصرف هاي الملايين على هاي المشاريع والملفات وأنا أبدو اللي يرجو الشعب مكان ما هاي اللي أصرفها خليها آخذها إلي يعني كل هذا اللي داي سرقه واللي داي نهبه ما مكف به ليش أستاذ عمر بأنه الشعب هو ساكت عليهم هو راضي باللي دايقومون به المفروض الشعب ما يبقى ساكت يعني أنت 15 سنة جربتهم إلا ما ساتبقى ساكت ودى الشوفي داي سوون بيك يا أخي يعني يعني عادتها أكثر من مرة وأعيدها كررتها وأعيدها يعني إلا لما يدخل على بيتكوين سهك عرضك قدامك يا الله تتحرك يا أخي يعني إلى ما ساتبقى ساكت أنت مو تريد حقك مو طالب حقك ودى الشوفي ذول المجرمين الفسقة اللي دمروا البلد داي سترخون بأموالك داي سترخون كل شيء إليك أنت ليس ساكت عليهم إلى متى تبقى ساكت عليهم هاي جماهير البصرة اللي طلعت الطالب بحقها ولابسين الستر الصفر داي ذكروكم بالمظاهرات اللي صارت في فرنسا يعني مجرد يا أخوان بيادة بأسعار الوقود طلعت أهل الفرنسا التظاهرات وسووا وما سووا أنتو شبيكم ساكتين عليهم يساكتين خايفين من عدهم لو خايفين من إيران إذا تستاذكم كلكم من يوضف وجوهكم من يقدر يمنعكم من أن يتحققون اللي ترجوه لكنهم على الأسف أقول أستاذ عمر الشعب بسفوته هذه اللهم هم يزادون باغطهادهم لأبناء الشعب نعم ونقول بالأخير حسبنا الله ونعمل وكيل عليهم وإذا الشعب يريد كرامة ويريد عزة ويريد يعيش بخير لازم يطلع على هالمجرمين هذول ويخضي عليهم قضاء آم آم آني أشكرك أبو ناصر من تركيا طبعا رسالة ورساب يقول فيها السلام عليكم أخي حكومة طائفية حكومة فاسدين واللصوص يقول هذا مثلا فؤاد حسين يقول كما يقول هو طبعا متعصب للقومية وجاء للمنصب على أساس حصة الأكراد مثل ما يقولون الشيعة رئاسة الوزراء من حصتنا ويقولون السنة رئاسة البرلمان من حصتنا ماذا ننتظر من هؤلاء الطائفيون غير القتل والجوع والجهل وخلي إيران وأمريكا تلعب في العراق معنا اتصال أم عبدالله من بغدات فضلي أم عبدالله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله أهلا وسهلا بيش أخير حضرتك وإلى قناة ثم وإلى كل عراق أهلا وسهلا بيش أستاذ إحنا دي شوف وزير المالية الكردي دي روح إلى البصرة على شين دي روح على سواد عينه ولا على على العمال اللي بتقوم بيها الحكومة للشعب العراقي ترى يعني مثلة إنه إحنا الأكراد اتأمت لسانة ضريزان قال إنه الإراق لا ينعم بالاستقرار إذا إحنا ما ناخذ حقوقنا وبالفعل العراق ما يصاب من أسين وثناثة إلى الآن كل الدول العربية وكل الدول وخاصة الخليج وصوريا وحتى عن طريق الأسلحة اللي تبتي إلى داعش عن طريق تركيا وكلهم ساندوا تنظيمتهم في سبيل حتى إنه الشعب العراقي أو العراق ما يستقر ليس لأن العراق هو الصغر القوية للوطن العربي إذا أستاذ إذا إنا نجي للحقيقة إنه إذا نشوف الوظائف اللي بنسبة للسفرات العالمية كلها خلي نقول 30 ألف يعني موظف يعني أبناء أخت كلهم و جماعة عمار في الفاتيكان يعني ما خلوا واحد يعني كله في سبيل تجميع هاي الكتلة الحاكمة إنه تستفيد وحتى يسوروا حزمة واحدة وما يخلون الشعب العراقي يذكر بهذه الوظائف بعدين عدنا العفو العام العفو العام اللي صار جن العفو العام بس أطال السوداني أو أطال جماعة التنظيم الدولة وصلاعوهم من السجون ليس مطال المعتقل اللي صار لهم في 11 سنة بالسجون ليس مطال المعتقلات اللي اغتصبوهم واللي زين أجي إلى نقطة أخرى أنت يا شعب العراقي وأنت أحشي عن الشعب وعن السنة أنتوا يا شيعة لما شفوا السنة انحقوا كلهاهم وقتلوهم وأخذوا فوسهم وأخذوا أموالهم وأصبح الجنوب هو هو سوق لتصريف أموال أهل السنة بس يلا كنتوا لأن الحديدة حارة صارت علينا إحنا كشيعة وقمنا نطالب بحقوقنا ليس ما المفروض إحنا من سمان لابن إحنا هذه هاي استغلت فؤون بمساندت كل فئات الشعب العراقي إحنا إحنا إستاذ إحنا المحافظات الهسلحة كل المحافظات إداء أسلحة وكلهم إداء أسلحة ثقيلة وخاصة تقتل حلة بيها معذكر لحزب الله ليس ما يفكرون الشيعة اللي مرجوطة في الجنوب يستغلون عليها ويستخدمها كوسيلة ضد الحكومة ليس أحكي ليس هذه التصرفات التي يقومون بها الحكومة ضد أبناء السن وأبناء الشيعة ليس ما نهير كل يتنهقوا وحده ليس إحنا مصابتين إداء إحنا يتبعون المتظهرين في البصرة على شكل مجموعات وتفرقة لا أحد يقودهم ولا أقصن ضيم يساعدهم ولا أكد دول عربية يساعدهم الدول العربية تتفرج علينا تتفرج على قتلانا تتفرج على مأسادنا تتفرج على اللي خاير فينا إحنا كشعب المفعوب يا ناش يا عالم انتبوا نفسكم يا إشي يا جنة إحنا في أشي عدم تتعون العراق حاولة أهل السنة في رقابهم وحتى السنة اللي موجودين بالحكومة حزي الله من إم المكين عليهم عليه هذه حكومة وأحزاب المتنفذة هي لتتقود الحكومة العراقية والشعب العراقي فإذا أهل إطلاعكم كل هبوا ورحبوا ترامتكم ورحبا نحشي ورحبا نحشي من المأساة وتحياتي لكم شكرا أم عبدالله من بغدركات معنا معنا اتصال أبو أحمد من الرمالي فضل أبو أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله السلام بك أبو أحمد أساد أمر حييك وحي الخناة بالنسبة للشعب العراقي اعتبر منكهي لأننا ما عدنا وزارة دفاع ولا وزارة داخلية ولا عدنا وزارة مهنية مثل عصامة شلبي القبل ورحبا ولكن الوزراء لو بيز وزراء احنا أمالنا راحت شعبنا راح حدودنا مفتوحة لازمنا الحدود السورية والله قال داعش وحيشا داعش هذا داعش ما حنزموه علينا والحدود مفتوحة بيننا وبين إيران فدخلهم علينا هاي هالحبوب هاي المخدرات دوقوا لك شباب العراق خلوا دايح يعني احنا الناشد الناشد الشرفاء أهل الفرات الأوسط والجنوب أهلنا بالجنوب أن ينهضون وكافة الشعب العراقي يحررون هذا البلد من هاي العصابة لأن احنا ما قلنا حكومة حكومة طائلية محاصصة حكومة أحذاب ما جايق يعرفون يغيرون هذا البلد وهم جايق يعترفون بنفسهم يقول لك احنا فشنا بالعملية السياسية احنا ما نقود بلد هما جايق يعترفون بنفسهم ليش ما يخدمون استغرات معوفون البلد للناس اللي يوم غيره الناس المهنيين يشوفون الغالة الغباط الخادر المرام الجيش السابق والراحة ويجيبون يخدون هذا البلد ويشكلون جيش جيش عراقي على خدمة إلزانية طائل زمون الحدود احنا امتهينا الشعب العراقي هذا هذا شن لنبعي الشباب هاي اللي جاي ساكن بنفسه أو جاعت وجاعت ما إلا مستقبل لا من زواج ولا من بيوت ولا من رواتب ولا من يعني عمل يعني الشغلة جايب ويقولون بس للاحزابهم ويقولون الحاسيتهم فالبلد احنا راح بلد راعي يا أستاذ عمر نعم احنا الناشد الاتحاد الاوروبي والناشد الامة العربية ومجلس الامين ينقذون ما تبقى من الشعب العراقي لأن إيران دمرتنا ودمرت الأمة العربية نعم وأنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا رسال على الواتساب من أبو مصطفى البياتي من لندن يقول فيها أخي عمر كما نرى هناك واديان في العراق وادي الحكومة اللي همها الأول والأخير كراسي الوزارات وسرقة الأموال والوادي الثاني وادي الشعب المسكين المغلوب على أمره الذي يبحث عن أبسط مقومات عيشة ولم يجد آذان صاغية لوضعه المأساوي والحل الأمثل في العراق اشتثاث الطبقات الحاكمة ورموزها من سنة 2003 لغاية الآن ثم كتابة دستور جديد للبلاد من أساتذة متخصصين ويكون الحكم جمهوري للعراق خالي من المحاصصة والطائفية والغريب بالأمر أنها نفس الوجوه الكالحة باقية في البرلمان طيب مو المفروض عند انتهاء فترة عمل أي حكومة أن تترك البرلمان لغيرهم حتى يتم التجديد وانتخاب نواب على الأقل يمثلون شرائح شرائح الشعب ولكن كما نرى الكل متمسك بالكرسي البرلماني حتى لا يخسر منافع هذا المنصب أين محاسبة الفاسدين رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم يقول إلى حكومة القتل والإجرام العراقيين أصبحوا يعون لعبة المصالح القائمة عليها سياستكم سعد من السعودية إذن تظاهرات في البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات بالمطالبة بتوفير الوظائف معنا اتصال أبو أيوب من هولندد فضل أبو أيوب السلام عليكم أخي المور وعليكم السلام ورحمة الله حياك تحياتي إلى كل وكادر أجمع أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك الله يسهلا حياك الله أهلا بك أخي على مود بالنسبة الفؤاد حسين اللي جاء زار محافظة البصرة نعم يعني هو شراح السيد بس قللي هو العراق غرقوا بالديون يعني خمسين سنت لقى العراق يسدد العالم وما يوصيهم فهذا ضحك عذقون نعم والله يا أخي آآ 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 العبادي من آآ من جاء زار البصرة وعادهم عشر آلاف درجة وظيفية نعم فكلها حالة حال ديارة هذا وآد حسين ذلك السراقة جدد فوالله يا أخي ما يتغير شيء بهذا البلد ما طول هاي الحكومة الفاسدة الحكومة الطائفية حكومة السراقة نسميها بصورة عامة يعني فأخي العزيز خلي أخوان أهل الجنوب يثورون ثورة رجل واحد من الشمال إلى الجنوب الناشد ما يعني ما هاي الحكومة ما سوى شيء للشعب العراقي أبد والله للهاوية وكل تعبوا البلد أخي تعبوا البلد يعني الفقير يعني فقط إذا أنت تنتمي الحزب تتعين ما تنتمي الحزب وتموت من الجوع فأخي هنا التفريقة وطائفية موجودة من سابع المستحيلات أن يتحسنوا وضع الأمني أو الخدمات أو البنى التحتية من سابع المستحيلات هذا باي الحكومة الفاسدة نعم فأخي العزيز والله أنا أناشد أخواني العراقيين والله يا أخوان لا تسترجوا منها الحكومة كل شي والله إذا ما تسقط الحكومة فلا يتحسن أما ثروة البلد هم تجوبهم تجوب المسؤولين وسرقة سرقة أولة الأمد صارت معهم هذا فما ديرين بال للشعب هذه كلها يعني مثل هذا فؤاد معصوم فؤاد حسين راح والله كله تخدير عصاب للشعب الفقير الشعب المسكين هذا يعني ما يكون رحمة به هذا الشعب إلى الهاوية وأنا أشكرك أخ أمر وتحياتي شكرا أبو أيوب من هولندا كان معنا سمير أياد علق على تظاهرات يوم أمس قال الناس طقت قلوبها يا مسؤول يا سخام يستلم أربعين مليون غير المخصصات شي يعرف بعد عن الفقير الله أكبر عليهم نهبوا العراق لك الله يا فقير مازل محمود اللامي علق بأن غدل لناظره لقريب إذا طول السنة هذه الحكومة بعدهم يتقاسمون الوزراء الوزارات والمدراء والبوكلاء ظلوا إذا لحكتوا على أرواحكم رسالة أخرى يقول فيها حسين البهلال المسؤولين كافة من يجول لحكم يفكرون شلون يستفادون هاي أولا وبعدين يفكرون شلون يعينون أقاربهم ما يهم لا مصلحة العامة ولا يهم الشعب وبنفس الوقت أكو خلل بالشعب نفسه معنا اتصال أي من من صلاح الدين تفضل أي من السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل أنت على الهواء تفضل عند الشيوخ الجنوب بالشعب والأخوة نعم أريد أقول لهم الشيوخ الجنوب أنتم صرفتكم مشكلة بينتكم عشائرية وياي ستادي أسمعك تفضل تفضل المنصير مشكلة عشائرية بينتهم تنقص على الطرق يقطعون الطرق بينتهم صيد أنتم من يجي نعم ليش أنتم بالنسبة عدو يمتلكون سلاح والله المقاومة مثلا كمتلكة مثل ما يمتلكوهم وراء ما يكملون لهذا يدفون أسلاح يطلعون ولدهم في المظاهرات وطلبون الحقوقهم وغيرها وغيرها يقصبون الميليشيات تقتلهم وينهبون افسار بعضهم ومنقصهم يقتلون ولدهم وما يطلعون والله شنو ينتظون الجعية يا بحي ما رجعي يا سادي في عطر المالكي قام مسؤولين حزب الدعوة قال للكربلائي انت مو طلبت من عندي راتب وزير وشوت لك نعم يعني معناتها شنو معناتها امطينات من الكي احالك حالة وعليك انت سكت نعم فاي هاي الشغلة هاي السرطان لا يعالج يعني هما مو حي بالله انت ولدكم تذبح بي ومقاعدين ذول الأتاقة اللي الملم ونعدة وفاصولية حتى صار ووادي مداموا كله بظهر ايران وغير ايران تذبح بولتكم وتتبعوا بينتكم ابن العمل ابن العمل يصير متلى ذي مو دولة واحد هم يشيأتي هم عيب ام واحد يأتي عيب عليهم والله اشكرك اشكرك ايمن من صلاح الدين كان معنا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة تحدثنا فيها عزيز المشاهدين حول تظاهرات البصرة يوم امس وكذلك زيارة جاءت يعني تزامنا مع زيارة نائب رئيس الحكومة ووزير المالية فواد حسين الى هناك شكرا لكم والى اللقاء بإذن الله